هوا بتحصل ساعات انه الناس بتبقى فرق بس ليه بقى ليه بس لما تبقى فرق تبقى الفرق فيها اتنين هنا و اتنين هنا لكن واحد وبقيت اللعنة كلها دي وشوفتاش انا كفيلة طبهم يعني انا ممكن يعملوا انه يعني بفيش كده في الدنيا فيش حاجة ستا يعملوا كلهم فرق بس انا الواحد فرق ماما الواحدها والبقين كلهم فرقة ده حتى مش منطقي يعني التأثير ما تركبش ما انا معرفتش ربي كلهم طالعين زي بابا كلهم طالعين وحشين اوه ويغذوني ما هو طالما انا الناس كلها ضدي يبقى انا مريدة ولازم اتعالج لو الناس كلها ضدني ويمكن انا شايفة حاجة هما مش شايفينها بصي اصلي ما فيش حاجة اسمها انا الواحدي والناس كلها فريق سمعت عن احساس الامة قبل كده او ميلو احساس الامة بتقولك خد جاكت لحسن الدنيا هتمطر الارصاد نفسها غيبت مع الامة وبالذات الامة المصرية انت عم عرفتين مين هتمطر اوه انا بعترف انا كنت غلطان ده بيحصل وانسجكت ده بيحصل وتقعدها تضحك بس في الاخر بتقعدها تشوف السخونية جات منين فشفت احساس الام يعني انا هنا احسس انه لا احساس الام ما بيخيبش طب بس خيب في القصة دي لا يمكن عشان اخت هاجر طيبة قوي وعارف الستات اللي دايما نقولك مصطلح عايزة تعيش فبتكبر دماغها فما سمعناش عنها مشكلة بس ممكن تكون ايا مونجوا فيه مشكل كتير لكنك لا تراها وممكن تكون بقول ان انا اوكي لكني لست اوكي ده لدرجة انها قطعت ممتها وعشان تخاطر جزها اللي هي بتحبه كويس مانت مش حاسس ان هاجر قومت في الموضوع هاجر شخصي وانا مبسوطة بيها لا بالعكس ده انا انا حاسس ان هاجر عندها مشكلة هاجر نفسها محتاجها تتعالج يعني هي جاية بتشخص ممتها ايوها بالظبط هاجر نفسها محتاجها تتعالج عشان سببين السبب الاولاني هي بتشخص ممتها وده مش صح وانا مش موافق عليه احنا زي ما قلنا في اول الحلقة مش عايزيني شخص حد خصوصا انها مش دكتورة نفسية فهي بتقول كلام سلبي عن ممتها وده هيخليها مشاعر سلبية تتكون تجاه ممتها وفي الاخر دي ممتها كان نفسي اقطع كده عارف لما مثلا بتجيب ضيف الحلقة وتروح جابله على سكرين الكلام اللي هو قاله فكان نفسي اقطع كده الدكتور حمودة وارروح من الزر واحد يقولك ايه كلنا مرضى نفسيين لكن بتفاوت بتشخص الناس ليه والتقاد على الكرسي ده مش قادت العيادة متفقين متفقين معشان انا هنا دكتور نفسي او بكتين كده اوكي علي عدنا انا دي بعلوة جديدة انا برا برا الستوديو شخصتك ما شخصتك ايش انا هنا جاي دكتور نفسي فبقوم دوري كطبيب نفسي لكن برا الستوديو ما بشخص حد ما شخصتش المعد ما شخصتش المخرج بس الاغلبية كلنا مرضى نفسيين بتفاوت متفقين بس احنا بنتكلم دلوقتي بابا هاجر ايه احنا دلوقتي بنتكلم على هاجر نفسها هاجر بتشخص امها وده غلط فهاجر عندها مشكلة المشكلة التانية انه هاجر بتتنبأ وبتقرى الافكار وبتقرى الاحداث ده بنسميه القفز للنتائج وده واحد من اخطواء التفكير ياخدوا ادوية هي استنتجت انه مامتها نرجسية واستنتجت انه مامتها توقف في الجوازة وانه مامتها مش هتحب خطبها وانه مامتها هتعمل مشاكل يعني هي ما عملت قبل كده دي كلها استنتاجات انا بتكلم بناء على حاجة حصلت قبل كده كل ده استنتاجات يعني المرة اللي فاتت حصل المشاكل دي بسبب انه هم ما خدوش رأي الام في الجوازة وقالوا لها احنا هنجاو لكن هنا لو خدوا رأي الام ولعليس طلع زكي شوية وهاجر استسكت ما استغبتش ببساطة شديدة الام هتوافق ومعندهاش مشكلة يعني اللي بيحب يمشي رأيه وندحك عليه بكلمتين ونخليه اللي بيعنده كل الاحداث وحاسس ان هو اهم طرف واضحك عليه واقوله تخيل بابا مش هيوافق بس انا جايلك يا ماما عشان تحنيني قلبه مش لحقة يا ماما هتوافق الست هيدا الفكرة كلها انه هم استبعدوها في الجوازة الاولانية وقالوا لها هو ده اللي هنتجوزه وطوز فيكي بس هي قالت حاجتين انا حسا ومتاني انت فاهمة بس القصة ايوه بس انا بقى لو عمدت اللي انت قلتيه انا حسا في حاجتين فيهم تضار هي قالت ماما اول ما بدأت تحس ان ما شاكر رجعت من تاني وقالت حاجة تاني ماما مستنية ان انا بس وفق على عريس عشان اول واحد دي عشان تمشيني ده كله بقى ده اسمه ايه كله ده القفز النتيجة بالضبط القفز النتيجة مش مطلوبة ومش موجودة وده خطأ من اخطاء التفكير اللي موجودة عنده هاجر فهاجر عندها اخطاء تفكير واخطاء معرفية واحد انها بتحط لابل للناس فقالت على امامها انها نرجسية فكلما امامها تتصرف تتصرف تقول بس عشان هي نرجسية وده غلط احنا بنقول ما تحطش لحد ليبل عارف انت حد يحط لطاحبه ليبل انت حسود خلاص فكلما حاجة تحصل اصلي ده حسد اه او احنا حطناه للليبل ده وده خلط ده خطأ من اخطاء التفكير ده رقم واحد رقم اثنين الخطأ التاني اللي عندها اللي هو القفز النتائج ده هي هترفض ده هي مستنية ده هي عايزة ده هي ده هي كل دي استنتاجات مش مطلوبة الحاجة التالتة بقى انها عملة تقرى الافكار بتقرى الافكار ممتها ومعندهاش حضن حالو ومعندهاش هي صحية عملة فريل واحدة ليه؟ مفيش كده لا على فكرة انا شفت امهات بتبقى صعبة جدا حتى الامهات النرجسية يا حمودة بتقهر الراجل وعيالها عشان هم قلبهم مثلا طيب زيه خليكنتو كده انا الوحيدة اللي صح انا بتكلم على القصة دي القصة دي هنا الام مش باين كل التفاصيل اللي هي بتحكيها دي ايه يا اخي دي يا اخي حصل هنا مشكلة كبيرة هاجر ما قلتهاش لانها من الفريق التاني فاهماني فهي ما بتحكيش التفاصيل اللي هتباين همشوها يعني مثلا اكيد هي في ام هترضى ما تروحش فرح بنتها الا لو تم تهمشها حتى لو هي رفضة حتى لو هي رفضة الجوازة ولكن هم لو كانوا يقدوها دور وحسسوها باهميتها كتا تحدى ماما انت هتبسك الشمع وهترش علينا الملح طيب ايه يا دكتور انا عايز اقولك بقى مصطلح الام النرجسية لان ده مصطلح تارج جدا يعني مرهقين كتير والناس كتيرة بتيجي تقولي انا امي نرجسية لا ممكن تبقى ملمسة في النرجسية عارفة مصطلح الام النرجسية ده بيطلق علي الأم اللي بدأت تستغلولدها عشان تكتسب ثقة في نفسها فهي طول الوقت عايزة تشغلولدها عندها وبتخش في تنافس مع ولادها يعني ايه يعني هي البنت تبقى لابسها هدوم شيك فتتنافس مع البنت في الشياكة كبية تبقى بتلفت الانتباه وتتنافس مع البنت في لفة الانتباه تتنافس مع البنت في التفوق وبيتغير من نجاح ولادها فاهماني؟ ده نموذج نادر مش شائع ده نموذج موجود دلوقتي عالسوشال ميديا وشفناه كتير وبيستغلوا أبنائهم وأول ما الناس تبتدي ما تفرجش عليها لما ما تجيبش ابنها أو بنتها صح تضمر الدين بس ده نموذج نادر ولا شائع لا ده نادر وإحنا بنجرينا ودي حاجات مش بتاعتنا بس رمو عليك ده نموذج نادر ففعلا زي ما حالك بتقولي كده إنه في السوشيال ميديا بنشوف الأم اللي بتستخدم ولادها ده أم نرجسي وبتستفيد منهم في إن هي تعمل الشو اللي هتكسب من وراه بس ده نموذج نادر مش ده المجتمع بتاعنا ومش ده أمهاتنا يعني مش ده أمي ولا أمي وطبيعي إن الأم تشوفك عايز تشوفك أحسن منها مليون مرة هو للطبيعي وهو ده الغالب والشائع طوما ليه باباك لما يلاقيك عمال بتنجح مثلا أو يكون لك رائعي ويقولك برضو هتعيش وتموت مش فهم حاجك وأنا فهم أكتر منك ليه يا حمال طب ما أجي فارق الخبرة عارف مثلا تقوله بابا ما أنا مثلا عارفة فارق الخبرة اه دي سنين ضوئي يا عم سنين سنين ضوئي ما هو ما هو ما هو لو يقول كده يبقى نرجسي مرضو ما هو يقول كده يبقى نرجسي